مدارس السلام عليكم، مدارس الوطن العربي، مادة الجغرافية، رح نشرح درس مقويمات السياحة للصف الثامن. رح نبدأ درسنا اليوم بسؤال، تعد مقويمات الجذب السياحي إحدى الركائز الأساسية للعرض السياحي في أي دولة؟ لماذا؟ أو فسر؟ لأنه بيتحدد منها السائح ومكان الزيارة المقصود. طبعاً مقويمات السياحة تقسم إلى عوامل أو تحدد بعدة عوامل جذب سياحي وعوامل طلب سياحي. طبعاً الجذب السياحي طبيعية وبشرية كأشكال سطح الأرض، المناخ، شواطئ البحار والجزر والشلالات والنبات الطبيعية والحيوانات البرية. العوامل البشرية كمناطق أثرية تاريخية، مساحف، توفر خدمات بنية تحتية وأمن وأمان. الطلب السياحي في عدة عوامل بتأثر فيه، الدخل الفردي، التركيب العمري، الأسعار، وقت الفراغ والتسويق السياحي. رح نبدأ بأول عامل من عوامل الجذب السياحي، العوامل الطبيعي، أشكال سطح الأرض. هلأ كيف يؤثر عامل سطح الأرض على الجذب السياحي؟ من خلال وجود الجبال، حيث تعد الجبال بأجاذب السياح، مثل جبال القلب اللي بتعد مركز السياحة التزلج في أوروبا خاصة عن طريق الثلوج. ومحلياً زي جبال عجلون والسلط، وهي تعد مصايف يرتادها السياح والمتنزهون بفصل الصيف. ومناطق الأغوار، مناطق جذب بفصل الشتاء، ونسميها مشاتي مناطق الأغوار. طبعاً، ثاني عامل المناخ، كيف بيأثر المناخ في حركة السياحة وحجمها؟ من حيث نوع المناخ السائد في المنطقة، فعندنا مناخات معتدلة، هي بتكون مناطق جذب سياحي. بخلاف المناخات المتطرفة، اللي بتكون شديدة البرودة أو عالية الحرارة أو أمطار غزيرة وثلوج. طبعاً من الأمثلة على مناطق معتدلة المناخ كمناخ البحر المتوسط ومناخ غرب غور أوروبا. رح نتعرف على ثالث عامل من العوامل الطبيعية، شواطئ البحار والجزر والشلالات. بدنا نوضح كيف هذا العامل بيأثر على الجذب السياحي. في عندنا مناطق مثل الشواطئ تسمح بأنه نمارس كثير من الأنشطة الرياضية كمثال السباحة والغطس والتزلج على الماء فطلاً عن الاستمتاع بأشعات الشمس. لكن مناطق الأنهار والشلالات تجذب السياح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، إقامة منتزهات نوادي ثقافية رياضية. من الأمثلة على الشلالات، نية جارة على الحدود الأمريكية الكندية. لدينا آخر عامل من العوامل الطبيعية، وهو النبات الطبيعي والحيوانات البرية. كيف بيأثر هذا العامل على الجذب السياحي؟ لما يتمتع به من ملامح طبيعية ذات قيمة جمالية، وأنه متنفس للسياح بالابتعاد عن التلوث لفترة قصيرة. وبترافق هذا أيضاً مع وجود غطاء نباتي من بعض الحيوانات البرية والطيور. لكن من الأمثلة على هذا العامل النبات الطبيعي والحيوانات البرية، اللي هي الغابات الاستوائية في مناطق جنوب شرق آسيا ووسط إفريقيا وأمريكا الجنوبية. رح نأخذ العوامل البشرية التي تؤثر في الجذب السياحي. ألف المناطق الأثرية والتاريخية. طبعاً هاي المناطق هي جانب سياحي مهم في كل الدول. كيف بيأثر هذا العامل؟ من حيث بما يتمتع بمنظره الحضاري والأثري. وأيضاً نتعرف على أبرز الجوانب التاريخية اللي بيجسدها المعلم الأثري. مثل عنا حضارة الأنبات، وبلاد الرافدين والفراعنة في مصر، والأثار اليونانية والرومانية في العديد من مناطق العالم. طبعاً هون في عنا الصورة بتبين أنها أثار حضارة الماية في دول أمريكا الوسطى. بان بدنا نأخذ عن المتاحف. طبعاً المتاحف يوجد العديد من المتاحف في كثير من دول العالم. طبعاً كيف بيأثر هذا العامل من ناحية الجذب السياحي؟ من خلال أنه ما يعكسه الجانب الحضاري والثقافي لتلك الدولة. وعنا طبعاً إحنا الكثير من التحف أو المتاحف ذات الشهرة العالمية اللي بيقبال عليها السياح من جميع أنحاء العالم. كمتحف التاريخ الطبيعي في نيويورك واللوفر في باريس. ثالث عامل وهو توفر الخدمات. ما هي الخدمات التي توفرها الدول لتكون سبباً لجذب السياح؟ من خلال توفر الفنادق، المنتجعات السياحية، نظام المبيت، الإقامة، الدلاء السياحيين، اللي هم يعني دليل سياحي، مرشدين مطاعم. هاي كل الأمور ابتسم في أنه نوصل للسياح لوجهتهم اللي هم جايين عليها. يعني الدولة أو المنطقة اللي جايين يعملوا سياحة فيها ويستمتعوا بإقامة سعيدة. هلأ البنية التحتية كيف بيأثر عامل البنية التحتية في الجذب السياحي؟ من خلال التطور الهائل في وسائل المواصلات بأنواعها المختلفة، وهذا بيساعد في نمو حركة سياحة داخلية ودولية. أيضاً وجود اتصالات وتوفر مياه وخدمات صرف صحي، وأيضاً توفر الفنادق والمطاعم السياحية. طبعاً شو وضوح العلاقة ما بين النقل والسياحة؟ هي علاقة ترضية، يعني تطور وسائل النقل بيزيد من حركة السياحة الداخلية والدولية. ها الأمن والأمان؟ طبعاً الأمن والأمان يعود من أهم مقاومات السياحة الحالية. كيف نموضح هذا العامل؟ من خلال ما يشهده العالم من اضطرابات وحروب ونزاعات مسلحة في مناطق كثيرة. وطبعاً أهلاً لازم نعرف أنه الأمن والأمان هو من أكثر القطاعات تحسساً من ناحية الأمن والأمان هو قطاع السياحة وبتأثر بشكل مباشر وفوري بوضع الأمني. فلا سياحة بدون أمان والعكس صحيح. طبعاً العلاقة بين السياحة والأمن علاقة ترضية. فلما تكون السياحة مزدهرة يكون الأمن مستتب. وأينما يفتقد الأمن والاستقرار لا تكون هناك فرصة لنجاح السياحة. طبعاً إحنا بنعرف الحمد لله أن الأردن ينعم باستقرار وأمان وبيجذب العديد من السياح من جميع أنحاء العالم بفعل النهج الحكيم لقيادتنا الهاشمية وسيادة أوصار الأخوة والمحبة بين أبناء الشعب. هلأ رح نوخذ عن الطلب السياحي. كيف أول إشي رح نتعرف على تعريف الطلب السياحي؟ وهو رغبة السائح في الحصول على الخدمات السياحية ودفع الثمن عنها أثناء الرحلة السياحية. كيف بيأثر دخل الفرد على النشاط السياحي؟ هسا الدخل بيعبر عن اتجاهات السائحين لشراء منتج سياحي معين ورغبتهم في الحصول على الخدمات السياحية ودفع الثمن عنها أثناء الرحلة. وأيضاً يرتبط الدخل الفرد بالمجموع الإجمالي لأعداد السياح الذين يستخدمون المنشآت السياحية المتوفرة في الدولة سواء في داخل الدولة أو في خارج الدولة. كيف يقاس الطلب السياحي؟ بعدد السياح الوافدين للمنطقة السياحية فعدد ليالي المبيت وعدد الأسرة والغرف المشغولة وهي منكون جوابنا السؤال الثالث من أسئلة الدرس. في عوامل مؤثرة في الطلب السياحي وهو مستوى الدخل. طبعاً شو يعني مستوى الدخل؟ وهي الإمكانيات المادية للأفراد وهي طبعاً من الشروط الأساسية لتحقيق الطلب السياحي. فالعلاقة الترضية ما بين ارتفاع مستوى الدخل الفردي وإزدياد الطلب السياحي. التركيب العمري للسكان طبعاً فئة الشباب هي الأكثر طلباً من ناحية السياحة من فئات الأطفال والشيوخ. لماذا؟ لما يتمتع به هاي الفئة من قوة بدنية ونفسية وحب للمغامرة المحفزة للنشاط السياحي. الأسعار كلما انخفضت أسعار المنتجات السياحية المتوفرة في المناطق السياحية زاد الطلب السياحي والعكس الصحيح. وقت الفراغ يقترن الطلب السياحي بأوقات الفراغ والإجازات عند الناس. يعني إذا زاد وقت الفراغ عند الناس زاد الطلب على السياحة. التسويق السياحي هلأ التسويق السياحي هو عملية إدارية تقوم من خلالها المشاريع السياحية بتحديد كل أنشطتها الفعلية والمتوقعة. شو طرق التسويق السياحي عن طريق الدعاية والإعلان والعلاقات العامة؟ عندما يزداد التسويق السياحي يزداد الطلب السياحي. فهي علاقة ترضية. كلما زادت تسويق السياحي يزيد عند المواطن الطلب السياحي. هلأ أنا رح أحل معاكم سؤال خمسة من أسئلة الدرس. نحدد العامل المؤثر في مقدار الجذب السياحي للأماكن الآتية. محمية سرن غيتي في وسط أفريقيا طبعا العامل هون طبيعي اللي هي النبات الطبيعي والحيوانات البرية. مبنى الكولوسيوم في إيطاليا طبعا عامل بشري اللي هي المناطق التاريخية والأثرية. فنادق الخمسة نجوم في الأردن وهو عامل بشري له توفر الخدمات والبنية التحتية. انخفاض عدد السياح في سوريا في عام 2013 وهو عامل بشري من ناحية الأمن والأمان. شلالات الرميمين في الأردن وهو عامل طبيعي والشلالات. هيك بكون غطيت معكم الدرس. وبتمنى أنكم تحلوا الأسئلة على الدفتر ويعطيكم ألف عافية.